السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد خيال ودرس جديد من دروس التصميم التجاري والإعلاني في دارس النهاردة نتكلم عن الفولدر الفولدر هو بمصطلح بالعربي يعني حافظة الأوراق بيبقى عبارة عن الشكل اللي احنا شايفين قصادنا دا كده بتحط فيه الورق بتاع الشركة نفسها احنا التصميم اللي فات او الدرس اللي فات اتكلمنا عن كمان تصميم الليتر هيد فبالتالي الشركة بيبقى عندها ليتر هيد بيبقى عندها مطبعات أخرى زي الفلايرات زي البرشورات زي غيره من الأوراق فعايزة انها تحتفظ بالأوراق دي في مكان انه هو بدلا من المندوب او الشخص يشيل الورق دا في ايده كده فبنحتفظ به في الفولدر اللي ان شايفين قصادك دا الفولدر دا فيه منه اشكال كتيرة هنشوفها مع بعض ان شاء الله في الدرس دا ولكن خلينا نشوف بشكل عام بيتكاوم من نعم الفولدر فولدر زي ما انت شايفين بيبقى عندك الوجه اللي قصادك دا بيبقى فيه اسم الشركة واللوجو بتاع الشركة واي تصميم انت عايز تحطوه وفي جوا الفولدر فيه ناس بتتبعه وفيه ناس ما بتتبعش يعني هنا الداخلي ابيض مش مطبوعه وفيه بيبقى جيب فيه بيبقى جيب من هنا او جيب من هنا طبعا فولدر لازم بقى فيه جيب لازم بقى فيه جيب عشان يقدر ان احنا نحط فيه الورق اللي احنا هنستخدمه ولكن هنا الفكرة ان فيه ناس بتعمل جيب واحد وفيه ناس بتعمل جيبين حسب اتفاقك مع الشركة او حسب اتفاقك مع العميل هو عايز فولدر عايز جيب او جيبين ايه الشكل اللي مرايحه اكتر ايه عدد الورق اللي هيحطه جوه الفولدر هيستخدمه في حاجات كتير او لا فده نموذج من عندي فيه نموذج تاني بيبقى زي ده نفس الفكرة بالضبط ده عندك الوجه بتاع الفولدر وعندك طبعا منورة بيقى الظهر بتاع الفولدر وعندك الفولدر من جوه هنا برضه الفولدر من جوه ابيض مفوش كتابه وانا عندك الجبن جايين بالشكل ده وفيه الجيب ساعد بنحط فيه بنسيب له مساحة كده عشان نحط فيه البزنس كارد او الكارد الشخصي وفيه كمان فولدرات بنحط فيها مساحة ان احنا نحط فيها السي دي اوقات فيه شركات بيبقى طبعا السيديات عندها وحط على السيدي دي مشارحة او نبز عنها او ايا كان ايه والموضوع فمنحط فيها مكان للسي دي برضه شكل اخر للفولدر بيقى من البانزر ده ده زي لو تلاحظوا ده من الداخل مطبوعة هو بالازرق ولو تلاحظوا هنا فيه كعب صغير هنا كده زي ما نشايفينه وهنا شكل الفولدر اختار في القفلة نفسها شوفوا القفلة هنا جاي ازاي معنى كده ان الفولدر ده عبارة عن تلات طيات عندك الضرفة دي او الطاية دي والطاية هنا وفيه التالتة دي اللي بتبعها مفروضة وبتيجي تتني من هنا ولكن زي وانا لو نلاحظوا ده فيه كعب هنا وفيه كعب تحت من هنا لو تلاحظوا فيه كعب صغير كده طيب ليه بنعمل الكعب ده ده بيرجع برضه لسؤالك للعميل هل انت هتحط فيه اوراق كتيرة تخص الشركة ولا لا فيه عميل بيحب يفضل يحط كعب لان معنى ان كعب ان انت بتدي لنفسك براح او مساحة ان انت تحط اوراق كتيرة جواه لو من غير كعب بتبقى ما بيستحملش اللي بي من غير كعب ما بيستحملش اوراق كتيرة برضه عندي منظر ده كله نفس الفكرة بتختلف بس في شكل الديكوت فهي الفكرة كنا انت انت تفهم الديكوت عبارة عن ايه زي ما قلنا ده هيتحط فيه اوراق طب الاوراق دي عبارة عن ايه اقصى حجم الوراق اللي يتحط جواه الفولدر هو الوراق الافور يعني خدا قاعدة كده مقاس اللي ترهد الافور التسعة عشرين في سبعة في واحد وعشرين معنى كده ان انت لازم تعمل الفولدر بتاعك مقاسه اكبر شوية من الافور عشان الافور يخش جواه مستريح ومبقاش طرع لبرا او فيه مساحات خارجية كسة التصميم ده بقى دي بتاعتك انت شوف يعني النمازج التانية كانت نمازج بسيطة كده زي ما انت شايفين كده ولكن تعال بص النموذج ده عندي هنا بقى استخدم صور واستخدم حاجات وبتاع ده كله ده يرجع لك انت حسب تصميمك انت حسب رؤيتك حسب زوءك حسب اتفاعك مع العميل برضه في عميل بلك لا انا عايز احط صور جواه عايز احط صور برا فدي ترجع للعميل والزوءك انت هنا بالداخل زي ما شايفين فيه جيب هنا على الشمال وفيه جيب على المين الجيب ده فيه كارت والجيب ده عامله بالشكل اللي انت شايفينه ده شكل لازيز اوي عامله كيرف هنا بحيث ان هنا هيحط مكان للس دي او ماغناطيس يتحط جواه الس دي بحيث الس دي ينزل على المكان ده شكله برضه جميل وضريف وده برضه عادي جدا جدا ده هنا جيبين زي ما انت شايفين جيب النحية دي هنا الجيب مش معمول لمربع هنا الجيب جاي كده بكرف وجاي هنا بكرف وفي نفس الوقت برضه هو بما انه هو هيعمل داي قط فعمل هنا كيرف من الجناب هنا طيب ازاي بقى نعمل الكلام ده على الستريتور تعالوا بنا نشوف الكلام ده بتعمل ازاي على الستريتور زي ما قلنا طبعا ان الفولدر ده هيتحط جواه ورق مآسو افور فلازم اعمل الديزاين بتاعي او الدي قط بتاعي اكبر من الافور حاجة بسي مش مزيطة مساحة الافور كام زي ما قلنا وعرفنا لازم نحفظ المآسات بتاع الورق الافور تسعة وعشرين في سبعة في واحد وعشرين سنتي وسبنا الدرس اللي فات موقع عشان تعرف من الورق وفي نفس الوقت ان تجيت هنا لو جيت هنا هتلاقي المآسات كلها عندك هاي او اغلب المآسات فانت عندك الافور والاسري البي فايف فانا دلوقتي لو مش عارف معاس الافور كام اكتبه هنا فانا هفتح مساحة كده يعني مبدئية كده اسري عشان تستوعب معايا الورق يبقى انا هعمل الفولدر بتاع أكثر Embassy With a4 أولنا كام تاني بين 29x7x21 يبقى المستهار الكريم مفروض ان اقربه أكبر من A4 واجه على المنصدر احاول وحدة القياس عندي بالسنتيمتر واجه الوضع اخلي وليكم المقاس هنفترض انه 23 العرض في الارتفاع 33 يجب يبقى اكبر من A4 ان هناك مشكلة احتراء ممكن تخليها 34 أو 33 ونص او 22 اهم حاجة يكون اكبر من ال E4 يبقى انا كده عملت اول ضرفة بتاعتي او اول مكان للفولدر خليني افتح او اوسع الارت بورد كده عشان نشتغل براحتنا وبعدين نزبط المقاس في الاخر المقاس في الارت بورد اقصد يعني تمام يبقى احنا كده خلاص عملنا الجزء ده طيب نتأكد منه زي ما قولنا هو مقاس و 23 و 33 مفروض اخد منه نسخة الناحية دي هنا بالضبط كده يبقى انا عندي الفولدر بتاعه الناحية دي و الناحية دي طيب فيه حاجة مهمة جدا جدا عايز تخلي بالك منها و انت بتشتغل اول حاجة تعرف انت هتاعمل الجيب ولا مش هتاعمل الجيب و دي قولنا بترجع اتفاقك مع العميل بتبقى عندك عينات بتورهه له حدرك عايز جيب ولا مش عايز عفو انا اصود الكعب حدرتك عايز كعب ولا مش عايز الكعب اللي هي المساحة الصغيرة اللي بنسيبه هنا حوالي نصف سنتي او سنتي بحيث انه هو هيحط اوراق كتيرة فانت بتسأله هل انت عندك مطبوعات كتيرة عشان عايز تحطها جوه الفولدر ممكن يقول لك اه ممكن يقول لك لا ممكن يقول لك ما عرفش ممكن مستقبلا نتبع مالبعات كتيرة و نحطها فانت بتورير له الشكل وبتعرض عليه طبعا كل حاجة ملاحظة نقول لها دي سعرها بيزيد او باي اوبشن انت بتحطه السعر بتاعه بيزيد فبرضو ترجع للميزانية بتاع العميل ولكن احنا بنتكلم بشكل عام عن الفولدر هورديكم مثلا بنسبة 90% بيبقى شكل عامل ازاي فاحنا دلوقتي عملنا الشكل ده كده هنيجي للجيب بقى في ناس بتحب ان هي تعمل الجيب لوحده س بمعنى ايه لو انا عملت التصميم بتاعي كده فاصبح ان دي مش ضاي لان ده شكل عادي او شكل مربع فبالترى انا هوادي التصميم كده والتصميم هيتقصي بقى انا كده وفرت ان انا ما عملتش ايه ما عملتش داي قوت طب ما انت بتقول لازم يبقى في جيب في الفولدر اه لازم هنا في ناس بتعمل الجيب لوحده يعني ايه المطبعة عادةً بيبقى عندها استامباء للجيب فبالتر انت كده اكتب لي انت الجيب فهو هيطلع على استامباء من عنده ويبتدي يركب على فانت كده وفرت ان انت ما عملتش اي داي كات او اي سطنبة فوفرت في التكلفة المادية طيب يتعامل ازاي الجيب الجيب انا هاجي مفروض هنا كده ارسم جزء تحت او اخد نسخة من ده كده انا بضغط alt مع ال shift عشان اخد نسخة من هنا وقربه شوية كده طيب المساحة دي مقاسة دقيق ورده دي حاجة ترجع لك دي معاشناش قاعدة ثابتة في ناس بتعملها 10 سنتي في ناس بتعملها 15 سنتي اما حاجة ان الجزء ده بعد ما يتقفل هيتطلع لفوق هنا مش ده هيتقفل كده اما الجيب بعد ما انتهي هيبقى كده فطبعا مش مطلوب ان انت تبقى عامل نفس المساحة دي مش مغطي كله اما حاجة تغطي جزء بسيط كده بحيس ان الورق بتاعي يخش جواها فدي حاجة ترجع لك واللي يكون انا مسلا هعملها ارتفاعها مسلا 15 تمامي بقى انا عملت 15 كده وبنزلها احازية هنا كده هيبقى مفروض الجيب بداعي طيب الجيب ده هيتلزق فين الجيب ده هيتلزق فين هيتلزق مفروض ان هو هيتلزق هنا فهي لازم اعمل له لسان ان هو هيتلزق منه فهاجي هنا كده واللسان ده زي ما قلنا ممكن تعمله ولياكن سانتي كده او سانتي ونص خلينا نعمله سانتي ونص سانتي ونص يعني وزي ما قلنا طبع ما بنسبش الجيب بالمنظر ده او ما بنسبش اللسان بالمنظر ده زي ما صممنا الظرف الدرس اللي فات اي حاجة او اي لسان لازم نديله نسبة زي ما قلنا تحت كده خلينا اضغط كنترول كي عشان هتحكم في السايز ده زي ما قلنا نخليها واحد سانتي وامسك النقطة دي كده وانزل تحت بالسهم كده واجه على النقطة اللي عندي دي كمان واجه كده اضغط سهم من فوق يبقى ده اللسان اللي هيتلزق منه الجيب معنى كده ان النسال ده هيتلزق الجوه والجيب ده هيتلزق عليه والاتنين دول مفروض ان هم ده شكل الجيب بتاعي طيب نيجي الاهم حتى زي ما قلتلكم معنى كده ان انت لو عملت الجيب ده سيبرت يعني جزء ده خالص لوحده ما لناش علاقه بيه بحيث ان انت ساعات بتروح للمطبع ركز معايا ما عليش في الموضوع ده الناس اللي تكلفتها بسيطة او ان العميل مش عايز يدفع او العميل ما يهموش شكل الجيب لان الجيب ده مفروض هيخش لجوه فممكن ان انا عندي جوه مفيش تباعة عندي جوه الجيب او الفولدر بتاعي من الداخل اللونه ابيض فبالتالي المطبع عنده الجيب ده جاهز فهي هتركبه او تلزقه بعد ما ايه بعد ما ندبع الشغل بتاعي طيب فده زي ما قلنا بيبقى الجيب بالمنظر ده طبعا فيه اشكال كتير للجيب انا مش ممكن اسيبه كده انا ممكن اجي هنا كده واجع الجزء ده واعمله كيرف كده صحح ممكن طبعا تقلل الكيرف لم يبقاش كده يعني الشرط يبقى الكيرف للاخر كده ممكن تخليه ابسط من كده ممكن تخليه حاجه بسيطة كده ممكن تيجي هنا وتقلل ده شوية لانه فيه ناس بتفضل ان هي ما يبقاش ده للاخر كده عشان ما يدقيهاش في التاني او ما يجي التاني ممكن كده ممكن اعمل الجيب بطريقة تانية خالص مانا ممكن اجي مثلا هنا كده اضع كرف اضع كرف اضع كرف اضع كرف كل هذه هي اشكال الجيب فالشكل الذي يريحك يعمل به الشكل الذي ترى مناسب لتصميم يعمل به اضع كرف ايه هنا لديه قعدة او ايه هنا اللي لازم اخد باري منه هتاخد بارك من حكتين ممين جدا لو انت هتطبع حاجة على الجيب فمعنى كان انت خلاص كده مش هتتترك الأمد للمطبعة يبقى انت لازم تطلع الضيقات بتاعك كامل الضيقات مع الجيب كامل تدي للمطبعة ما تتركش الأمر ليها طيب دا رجع لحالة ايه قلنا دا رجع لحالة اتفاعك مع العميل يعني انت هتقول للعميل حضرتك عايز تباعه جوه ولا برا تعالوا نشوف نموذج بسيط عشان انت تفهم قصدي ايه جايز انتو مش وصلة لكل فكرة لحد دلوقتي انا عندي فولدر زي دا خليني افتح الليارات هنا وابص على الضيقات عندي هنا خليني اقفر التصميم بصوا التصميم دا عامل ازاي التصميم دا هنا عندي العميل طلب يعمل اتنين جيب جيب هنا وجيب هنا بصوا انا عملت الجيب ازاي عملت له كيرفة بالمنظر دا ما عملتوش طبيعي في نفس الوقت العميل كمان طلب جيب او طلب كعب في الجنب هنا هوا الكعب اللي انت شايفينه دا ليه لانه عنده كمية مطبوعات كتيرة جدا وفلايرات هو عاملها مسبقا وبرشورات عايز يحطها جوه الفولدر بتاعه فبالتالي عشان الكمية دي تكافي الفولدر فاعترينا ان احنا نعمل كعب زي هون شايفين هنا ، اتاقس من الكعب هنا يبقى لازم تعمل كعب من الجنب هنا طيب هنا انا ليه لم اسبتش للمطبع او لم يسبتش ليه جيب المطبع تعمله اولا هنا الموضوع مختلف هنا انا عندي الجيب واخد كيرفة فالمطبع الجيب اللي عندها يجيب عادي جدا بجانب ان العميل اعيز جيب نحيادي و جيب نحيادي الاهام من عندي هذا ان العميل عندي عايز طباعة في الجيب واطباعة دههر هو هنا في الظهر جوه ما طلبش تصميم معايد هو طالب بس مش عاجبه ان الفولدر من جوه يبقى ساده يبقى لونه ابيض فقال لا احنا عايز ادي له نفس اللون بتاع الشعار اللي هو ده لان البيض ما اعجبوشي وفي نفس الوقت عايز انما الجيب يقفل ما هو انت الجيب ده هيقفل هنا على الجزء ده تفاهمين الموضوع يعني انت لو عايز في اي لحظة تشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي تعال امسك الجيب ده وارفعه هنا كده مثلا اوكي وخليني اعمل له روتيت كده والشكل ان هيبقى ان الجيب ده قافل هنا كده خليني اعدي له لون ابيض واشيلك ده خالص عشان ما تطلق بطشي وبعد ما اتنى هيبقى الجيب ده بالمنظر ده فبالتالي العميل لقى ان الجيب اما هيبقى عبيض كده على اللون ده مش عاجبه فحب ان الجيب نفسه يبقى واخد نفس الديزاين او نفس اللون فدينا له كده اللون ده كده ونفس التوتش هنا او نفس الحركة دي بحيث ان الجزء ده يقفل على الجيب من جوه او الفولدر الداخلي ما هيبقى لونه ابيض فزي ما قلت لك دي ترجع للعميل بتاعك تمام نرجع ثاني الموضانة فانا لو هصمم حاجة زي كده يبقى انا هصممها هذي ما قلنا هنعرف ان الجيب بتاعنا جيب سيبرت لوحده ولا جيب تبع الشغل نفسه فانا هاجي اعمل كده انا افترض ان الجيب بتاعه ممكن في اي وقت برضه اتصغره لو انت لقيتنا ال 15 سنتي دول بالنسبة لك كدير قوي وممكن اخليه كده الم بس دي شوية كده يبقى انا خلصت عندي ده شكل الفولدر بتاعي طيب عندي حاجة مهمة جدا 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 لازم تخلي بالك منها ودايما ناس كتير بتنساها اعرف الفولدر بتاعك ده هيفتح ازاي يعني هيفتح يمين ولا هيفتح يسار عربي ولا انجليزي لان في عمله او في شركات بييبقى الشغل بتاعها كل انجليزي حتىشعر بتاعها انجليزي وكل دمطبعتها انجليزي فبالتالي معنا Share 2018 ان الفولدر ا Leuten هيفتح باللغة الانجليزية يعني هيفتح من الشمال طيب فيه شغل تاني بيبقى عرب انجليزي فبتسأل هنا العميل حضر嘸ك تحبو ايه انا ملاحظ ان الشغل عندك عرب انجليزي هتفتحوه من الاتجليزي او الجرد ليس ليسيأك ابقى عربي او انجليزي إذا كنت لا تريد أن تسأله فإنك نمسك للتصميم يمكن أن ترى أن كل مطبعاته وكل شغله باللغة العربية يعني أنه لا يحتاج الإنجليزي خالص فبالتالي يبقى اللوجو بتاعك أو الفولدر بتاعك هيفتح من ناحية اليمين بنعرف دي ازاي لو انت حطيت الشغل من هنا عندك تمام كلي نجيب الشعار بتاع اللي احنا نشتغل على الشعار بتاعنا ده اهو وتعالي هنا كده تمام كبره طيب لو انا حطيته الناحية دي يبقى الفولدر بتاعي هيفتح ازاي يبقى كده الفولدر بتاعي هيفتح نحية الشمال هيفتح من ناحية الشمال لان ده الوجه بتاعي لو انا حطيت الشعار بتاعي هنا وبدأت اشتغل على الجزء ده يبقى الفولدر بتاعي هيفتح من ناحية اليمين لو انت تخيلها كده معاك ماهو ده هيتطبق وده هيفتح لجوه يبقى ده نبقى انا كده بفتح ناحية اليمين عادة الجيب بيبقى عكس فتحة الفولدر يعني بانا افتح نحية اليمين لا تنفع ناحية الجيب زجيل بيبقى التناحية بانا الفولدر سيفتحي نحية اليمين افتح نحية الشمال لا تنفع عكس لنطلاقة جايب عكسather فتحة الفولدر فتح من الموضوع ده كتير قوي عشان في ناس بتطلق بضط فيه فانا هارجع تاني كنترول زيت هنفترض ان انا خلاص ده الشغل بتاعي والجيب بتاعي هنحط الشعار هنا يبقى الشغل بتاعي يفتح انجليزي ليه لان اللوجو بتاعي انجليزي وكل الحاجة اللي العميل عايزة عايزة باللغة انجليزية طيب لو كنا هنحط الكعب كنا هنعمل يكونا هنبعد كده دي شوية وناخد نسخة من ده ونخليه ولياكن سنتي اهو واجه هنا احط ده هنا كده خليني ارجع بس كنترول كي عشان المسافة اللي انا كنت تزودتها هلغيها تاني يبقى انا عندي عملت كعب لده كده طيب مش محنا معنا عملنا كعب كده يبقى تحط كبان كعب تحت ده ما هتحط في الشغل بتاع الكعب ازاي يعمله برضو هنحط هنا كده بالمنظر ده ونخليه ولياكن برضو سنتي ارتفاعوا طبعا قلنا عشان تضبط الدونيا دين ما يجي خليه بقى ثابت من فوق هنا اضغط على النقر بوين دي او النقطة دي وهقول له سنتي بحيث يبقى ثابت من فوق وينزل معا من تحت وطبعا نقرب ده كده يبقى انا عندي الكعب بالمنظر ده يبقى انا كده عندي عملت هنا كعب في حالة انت هتعمل الكعب طيب عايزين بقى الشغل الصحيح اللي قلنا عليه الشغل بطريقة احترافية يبقى ما تشتغلش بالمنظر ده لو انت هتعمل الفولدر كامل بمعنى ان الكعب هيبقى مرحوم كله في الفولدر بتاعي كده هنا انا مش هتعمد على المطبع خلاص المطبع مش هتعمل جيب ولا اي حاجة لان انا هنزل تصميم او هنزل تباعة في الجيب ففي الحالة دي هتروح للفولدر اللي بالمنظر ده انا برضو محضره بنرسمه بالمنظر ده نفس الفكرة بالزبط اللي احنا عملنا بتاع الفولدر قبل كده او بتاع الظرف ان انت هنا الجزء ده كله بيبقى الواحده زي ما انت شايفين والجزء اللي فيه تاني والجزء ده التانى بيبقى خط احمر من نقاط زي ما انت شايفين كده طيب ومالقيه الجزء اللي تحت عندي هنا كده الحتة اللي متشرحها دي الحتة اللي احنا هنحط فيها بيزنس كارت مش بقاس الكارت الشخصي بيبقى مثلا تسعة في خمسة او تسعة في خمسة ونصف خدلي نقول انه هو تسعة في خمسة لو انا حطيته هنا كده فاصبح ان انا عملت له بس تشريحة بسيطة كده او ضايق او قطع هنا بحيث ان تمسك معي البيزنس كارت اللي هحطه بحيث بقى انا استغلت الجبدة ان انا احط له بيزنس كارت وطبعا ده الحتة او الكعب اللي هيلزع منه او اللسان اللي هيلزع منه الفولدر بتاعي في حاجة بقى تسهل علي موضوع الضايقات ده لان فيه ناس جدا بتتلعبط في موضوع الضايقات وبصراحة الموضوع بالنسبة لها مش محبة بينها تقعد ترسم طبعا فيه مواقع بتوفرك للحاجات دي بس كان لازم الاول نتكلم ازاي تتعامل الفولدر ده عشان تفهم الفكرة ازاي ده موقع هسيب ل بتويل fabu الموقع ده سوف تغلبط في موضوع الضايقات للالجفر كارتة فا яр стороны منها اف السوري تقول ان الفولدر في بعض الجب motorcycles والقي innych موجود وفي من هنا تاني اف wartime ستر perform the spot مبينة في موضوع مضوعه겠어 chnet اجمل فلكCR تقفل على هذا الضرف. هنا بورسة الكيرفي. المهم انت سأسابكم بقى مع الموقع وشوفوا الفولدر او الديكات التي تناسبك. طريقة التنزيل سهلة جدا جدا جدا. كل ما عليك ان انت تذهب على اي شكل انت عجبك. وكل ما انت ستعمله ان انت ستضغط على دونلود تيمبرت. وانت ستضغط دونلود تيمبرت. سيبدأ يحمل معك. انتظر ثواني. يبدأ يحمل زي ما شايفين اهو. خلص معيها تحميل اهو. بترجع تفتح. دي المكونات بتاع الفولدر اللي هينزل مضبوطة عندك. عندك الاتنين بدي افر تحت ده. ده جايد لاين ملاكش دعوة به. وحاجات حقوق من الكيف كرية. لو حاببت اراها خاصة بالموقع. انا يهمني الاتنين اللي عندي فوق ده. اللي هو امتداده اي بي اس. ده بيقولك ان ده الانسايد وده الاوتسايد بتاع الفولدر بتاعك. فلو جيت فتحته هتلاقيه بالمنظر ده. كل حاجة عندك جاهزة ومضبوطة. بيقولك ان ده المقاز بتاعك. وعمل لك البليد وعمل لك كل حاجة. وعمل لك اللسان هنا هو. وعمل لك ده الشكل بتاعك. هنا لو حبيت تستخدم الجزء ده ممكن تستخدمه. عايز تشيله. هتشيله خالص. وتكتفي بس بالضاي قط اللي موجود عنه. طيب نرجع لشغلنا تاني. انا كده صممت خلاص داي قط بتاعي. فممكن اخذها كده كلها. هنزل اللوجو هنا بتاعي. اللي احنا نشتغل عليه. وممكن تاخد الجزء ده كله زي ما تعودنا. تعمله كنترول جي جروب. وتاخده كنترول سي. وتروح للليار. زي ما انا بقى ابتدي ازبط دنيتك. وعمل الليارات لنفسك. هسمي ده مثلا داي قط. اوكي. تبقى فيه الشغل بتاعي. وهجيب اللوجو هنا. اخده كنترول اكس. واقفل هنا الليار ده. بحيث ان ما يتحركش معي. ده الليار بتاع الضي قط. وبتدي بقى اشتغل على ايه. على الليار بتاع الارت وورك. جميل. يبقى خلاص ده شكل الضي بتاعنا هشتغل عليه. معنى ان الجيب هنا يبقى انا هشتغل الوش بتاعي هنا. وبتدي اشتغل بقى. موضوع الشغل ده حاجة ترجعلك انت. يعني انا بس بديك الفكرة. موضوع التصميم ده يرجع انت لزوقك. للجو بتاعك. للبيانات اللي العميل مدهي لك. للألوان اللي العميل قال لك عليها. في عميل بيفرض عليك ألوان معينة يقول لك انا عايز الألوان ده. انا الشركة عندي الدكور بتاعها بالألوان ده. اللوجو عندي كده فلازم تشتغل كده. في عميل بديك صور يقول لك انا عايزك تحطي صور في الفولدر. فده يرجع للشغل بتاعك. ما بيش حاجة ثابتة في الموضوع. السابت عندي ان انت تعرف الدي قط بتعمل ازاي. المحتوى ده كله بتاعك انت. فنحن نعمل تصميم سريع جدا جدا جدا. يعني نشوف ازاي نشتغل. هنفترض ان ده الوش بتاع الفولدر. فانا وليكن هعمل كده مثلا. وممكن اكبر ده كده. انا عايز اكبره الحد الحز بتاع نهاية الفولدر عندي. اوكي. انا اجي هنا كده. تمام كده. واليكن يعني ده عبارة عن فكرة بسيطة يعني. ممكن اجي الجزء ده بدل ما سيبه ابيض. ممكن اجي هنا اعمل المربع كده. خليه مثلا باللون الدهبي. ارجعه الوراء. هاخد من ده كنترول سي. وامسك المربع ده. وراء عندي الباس فايندر. وعمل الماينس فرونت. بعد اعمل كنترول كريك كمين. وانجروب. بحيث افصل ده انا مش عايزه. وارجع تاني عن كنترول اف. عشان اخد الجزء اللي انا كنت اخدته كوبي. والجزء اللي تحت ده انا مش عايزه. كل ده زيادات. ممكن اشيلها كده. تمام. انا عملت وليكن شكلي زي ده. ممكن اخد ده. واجي هنا كده. ممكن اجي هنا الجريدي انت عندي. اختار لون زي ده. وده على هنا. خليلي اللون ده الفاتح. او السيان بتاع الازرق. خليه مية في المية. واجي بس اعمل حاجة بسيطة قوي كده. خلينا اقربه كده. نحن بس كأن اضاءة خفيفة جدا جاية من فوق. وليكن كده مثلا. وتعالي حط بقيت الاسم بتاعي هنا. يبقى انا وليكن عملت كده ان ده الوش بتاعي. خدت ومنين خدت الفكرة من الكيرف بتاع الاشعار هنا. وبتوقيت تشتغل هنا. طبعا لو عندك بيانات تانية بتحطيها. ممكن برده. عشان نستغل المساحة اللي تحت ده. وليكن انا افترض ان الشركة اكيد لها ويب سايت. فانا اكتب www.bookra.com واخليه باللوم الابيض. اضطه تحت هنا كده. فانا امسك ده مع ده دايما. وتأكد من وضوع المحاذاة. يبقى انا كده خلصت مثلا. وليكن اعتبر ان ده الوش. طيب ده عندي هنا الظهر. الظهر عمله ازاي. طبعا زي ما قلنا التصميم ده بتاعك. انا بس بديك افكار شغالين بها كده. ممكن اخد نفس الgradient ده هنا كده. ولكن تعال هنا للgradient. فانا اضطه لي بدل linear خليه ريديار. بحيث ان هو هيعمل اضاءة في الجنب هنا كده. ارجع ثاني للشعر بتاعي. خلينا ناخده. وكان معي هنا. اهو. كد رول سي. ارجع ثاني للفولدر بتاعي. اكبره شوية. احطه هنا مثلا كده صغير. ده طبعا الظهر بتاع الفولدر بتاعي. يبقى ان اخد الجزء ده. انا عايز اخد الجزء ده دلوقتي افرغه من الجسم ده. عشان يباني الخلفية اللي وراء. فهمسك الزر البلاي ده مع الجزء ده. واجب ماينس فرونت. بحيث يتفرقه من بعض. يبقى انا كده عملت الشعار بتاعي. حطيته في الخلفية. هاملوا كنترول جي جروب. اكبره شوية. بالمنظر ده. ممكن تستغل الجزء اللي وراء ده باي حاجة تانية انت تعملها. يعني ممكن اجي هنا بصر الحركة دي. ممكن نعمل مثلا مربعات خفيفة وراء. نعملها ازاي. هنعمل مربع كده. نرسم اي شكل اي مربع اي حاجة. وهاجب قائمة object. وهروح للباث. وقاله split into guide. وعمل preview. وابتدي اعلي الموضوع عندي هنا كده. وهنا برضو كده. وليكن اكبره اكتر. وخلي هنا القطر ما بينهم مساحات. وليكن حاجة زي كده. حلو. وبعد ما اعمل كل ده. تمام. اعمله control g. واجيبه هنا كده. انا عايز اخليه في المساحة دي. واجيب اعداد ال eye dropper. واخليه نفس ال gradient اللي ورده. ولكن تعالوا لحظوا هنا الحركة دي. مما خليه ده نفس ال gradient. هو هنا عامل كل مربع اتنشأ ب gradient مختلف. ازاي اخليهم كلهم كتلة واحدة. في حد يقول لنا هاجي هنا وعمل. unite. لا غلط. الجزء غلط. هروح هنا ال object. وانزل تحت compound pass. واضغط اختصار ده. اللي هو control زائد 8. اللي هو make compound pass. اخليه دلوقتي اعترف ان الجسم ده كل واحد. فبالتالي اما ادي له gradient. فهو اتعامل مع الجزء ده كله. كعينه gradient واحد فقط لغير. او شكل واحد. هروح هنا الاداة gradient. خليني بقى ايه اخليه. خليني بقى ايه اخليه. ريديار برده. انا عايز هنا الجزء ده اللي هو فاتح في النص. تفهمين الفكرة انا عايز اعملها ايه. وعايز اضغط هنا alt واجيب ده هنا. يبقى انا جيت هنا على النقطة دي وخلتها zero. والنقطة دي برضو خلتها zero. وخليت اللون عندي بس في المنتصف هنا. ومسكت الشكل وخليت وليكن 20% او 30 حسب ما انت عايز. عشان ادي له الشفافية. بحسب النهائي اطلع بشكل زي اللي انت شايفينه ده. حد هيقولي طبعا احنا عاملين هنا ال die cut بتاعنا كاملة. يعني ال die cut لازقة مع الجيب. تجيب مش سبرة لوحده. فمعنى كده ان انا لازم ازود دي تحت كده. بحس تغطي كمان ال die cut. الجزء ده بحطش فيه طبعا لان الجزء ده هو اللي بتلزق. طيب فاهمين الفكرة تعالوا كمان نجيب الكارت بحيس اهريكوا الشكل هايبقى عامل ازاي بعد ما نخلص. ده الكارت بتاعي. مفروز ان الكارت طبعا هيبقى هايبقى 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 عامل ازاي. وعندي الكارت بالمنظر ده كده. هيبقى فيه تشريح هنا بسيط كده بحيس يمسك الكارت. طبعا الكارت مش هحطه في التصميم بس انا بعرفك ان بعد ما يتطبع الفولدر تقدر ان انت تحط الكارت بتاعك جوه الفولدر. طبعا الكارت هيبقى بالمقلوب يعني. بس انا مش هحط اي تصميم هنا خالص ده يبقى فاضي بس انا وريك الشكل العام هيبقى عامل ازاي. مفروض ان الشكل الفولدر بتاعي هيبقى بالمنظر ده. فهمت فكرة الكارت عشان اشيله عشان ايه ما تنخدش تلقبط. هنا بقى بنرجع تاني للليار عندك يبقى عندي هنا ده اللير للارتورك بتاع الشغل وده اللير الديكات. هنا بقى الموضوع يرجع لك انت عايز تدي كمان لدي ثبوت يوفي. مفيش مشكلة انا شايف ان احنا لو ادينا اللي ده. الشعار الجزء ده كده كله. لو انت ديته عفوا نزبط يوفي زائد امبوز يعني هيبقى بارز وفي امبوز هيبقى رائع جدا لان مساحته كبيرة ويبقى ممتاز قوي قوي قوي. هيبقى بارز وهليزبط. فممكن تاخد ده كده كنترول سي. وتروح تفتح لير جديد. ونسمي اللير ده وليكن نزبط. نزبط يوفي. اخفي دول لو مدايقينك. تعالى كنترول اف. وطبعا زي ما قلنا نزبط عندي او اي او شهنة من دي بتبقى اسود مية في المية. اسود ساعة ده كده. وارجع داني افتح اللير بتاعي. يبقى ده شغلي كده مزبوط. يبقى انا عندي هنا. داي قطة. وبعدين عندي الفولدر بتاعي كله. الشغل بتاعي. وعندي هينزل هنا الجزء السود ده هينزل اسود يوفي زائد امبوز. طبعا بتعمل كمان اللير كمان. من ده كده ممكن تاخد نسخة. وتسميه طبعا ايه. امبوز. جميل كده. يبقى اذا شغلك جاهز دلوقتي للطبع. او جاهز ان انت ترسله المطبع. بنرسله ازاي زي ما قلنا بنرسله بصيغة. بدي اف للمطبع. طيب هنسأل هنا سؤال ثاني. هنا في حالة ان العميل عايز فقط لغير. ان الفولدر يقع المنظر. مش عايز طبعه من جوه. لو العميل عايز طبعه من جوه. يبقى انت طبعا. تضبط الارتورك بتاعك. حسب المقاس بتاعك هوا. مش محتاج كل الزيادات دي عندي. طيب فين هنا البليد اللي تكلمنا عليه. البليد يبقى انت بقى تزود هنا بليد كده بسيط. من الشغل بتاعك كده. وتيجي في الجنب ده برد وتزود هنا. وتزود تحت كده. لان كل ده يبقى بليد. عشان ما يجي ساعة القص. جميل. هنا ممكن تستغل الدي قط بتاعك. انت كده كده كده. ممكن تدي هنا بدل ما يبقى كده حواف حده. ممكن تديك على الحواف دي. مثلا. فيها كيرف بسيط كده في الجنب. ليه لا. لو انت عايز تعمل كيرف او حاجات بسيطة كده. او تزوده اكتر برحتك. لزي موقعنا لو عايز بقى تعمل كمان جوه. فهتقد نسخة من الارت بورد بتاعك كده. وطبعا كل ده مفروض هيبقى العكس. بالمنظر ده. طبعا هي داي قط واحدة. ليس تبقى اثنين داي قط. وهنا بقى تشوف انت هتعمل كده جوه. لو العميل قالك انا عايزه ابيض خلاص بتخليه ابيض. لانه هو مش بتحتاج كل الكلام ده. فانت هنا بتسأل عميل بتاعك انت عايز ايه بالزبط جوه. ممكن عميل يقولك لا انا بحبش البيض. بما ان الجزء ده او الجيب ده هيبقى لونه كحلي. وهيدخل جوه. فبالتالي خليلي كمان كل الشغل جوه كده. بنفس اللون الكوحلي ده. مثلا ايه. ممكن عميل يقولك لا انا عايز بيانات جوه. طيب انت حضرك عايز بيانات عبارة عن ايه. ممكن يقولك حطلي مثلا نبزة عن الشركة. فيه ناس عايزة تستغل الفولدر اكتر استغلال. فبالتالي بدل ما جوه عندي فاضي. او هتبقى بس خلفية كده وكلفني. انا ممكن احط نبزة عن الشركة. من نحن الشركة عملت ايه. شغالين من كم سنة. نحط صور للمشاريع بتاعنا. ايا كان ايه الموضوع. ولكن خلي بالك لو هتحط تيكست جوه. طبعا انت عارف ان الورق هيتحط في الجزء ده. فبتعرف العميل تقولك خلي بالك ان ان انت لو حطيت اي ورق جوه. فبالتالي الورق هيدرع الكلام اللي انت عايزه. ويقولك ما فيش مشكلة ما عنديش مشكلة معهم. العميل يطلع الورق من من الفولدر هيقدر يقرأ الكلام. اوكي جميل. طيب لو حطيت كلام تخلي بالك ان الجيب ده بعد ما يخلص هيقفل النيحة تانية. يعني لو تخيلنا ان انا عندي دي مساحة الجيب هاي كده. لو تخيلنا ان دي المساحة بتاعي الجيب ده اللي ارتفاع. فاصبح ان الجزء ده كله ما يجي يقفل هيقفل كده. هنخليه ابيض. الجزء ده كله هيداري على الجزء اللي جوه. فبالتالي لو عندك كلام ما تحط اي ما تحطش اي تيكست في الجزء ده. ولا تحط صور لان الجزء ده كله هيبقى مداري. مش باين اطلاقا. فهتستغل بس الجزء ده عندك. وجزء ده عندك للبيانات بتاعتك. بكده نكون انتهينا من درس الفولدر. خشوا برضو شوفوا افكار كتيرة. خشوا على الموقع اللي انا سيمقولك تحت. شوفوا داي قط لو عايزين تحاملوا داي قط. شوفوا داي قط كتيرة وبتدنفزوا اشكال اكتر للفولدر عندك. زي ما قلنا ده فولدر بسيط جدا انا صممته. التصميم هنا مش ده قصتي في الدورة دي. انا في الدورة دي او في الكورس ده. بركز على ازاي تعمل او ايه هي المأسات. وازاي تعمل داي قط والكلام ده كله. عشان جالي اسئلة كتيرة جدا في موضوع التصميمات. ازاي اصمم المطعم. ازاي اصمم لشركة مواد غزائية. ازاي اصمم لسنتر تجميل. هي نفس الفكرة الموضوع كله واحد. القصة كلها انت تفهم الفكرة ازاي. تفهم المأسات. بعد كده المحتوى الداخلي بتاع التصميم ده يرجعلك انت حسب زوءك وحسب رؤيتك. وحسب برضو اشتراكك مع رؤية العميل نفسه والالوان اللي عندك. والشغل ده كله بترجع عليك انت. فما فيش حاجة سابتة في الموضوع ده تمام. ان شاء الله انتظروني في دروس قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.